ذات نهار كجميع الأزهار جلست سلمة تتأملها يا للروات ما أجملها حتى غابت شمس الدنيا ومضت سلمة نحو الدار أمي أمي رأيت اليوم شيئا سبحان الخلاق كل صباح كل صباح سلمة للزهرة تشطاق تذهب فورا لزيارتها وتدعب كل الأوراق ذات نهار قالت سلمة إني أتعب عني المشوار بدلا من أن آتي إليها أخذها معي إلى الدار أجعلها بجوار سريري وأناجيها بالأسراري ومضت للزهرة قطفتها قالت آه ما سمعتها للبيت سريعا أخذتها والأم الحانية رأتها نظرت قالت بعد سكوت إن الزهرة سوف تمر هل تسكن سلمة في الغابة؟ لا 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 هل تجلس في الأرض سحابة؟ لا 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 هل تسكن سلمة في الغابة؟ لا 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 هل تجلس في الأرض سحابة؟ لا 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 هل تطلع شمس بمساء؟ لا 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 هل ينزع نبط من طربة؟ لا 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 او يحبس طيرا في علبة لا 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 هل يخرج حوت من ماء لا يمكن يا سلمة ابدا ان تنقر كل الاشياء